مرحبا بكم زوار قناتكم المفضلة أخبار البلاد جلالة الملك سيوجه بعد غد السبت خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد حسب بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسيمة بالفعل أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسيمة أنه بمناسبة تخليد الذكر الثاني والعشرين لتربع صاحب الجلال الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين سيوجه جلالته بعد غد السبت خطابا ساميا إلى شعبه الوفي وفيما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسيمة تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسيمة أنه بمناسبة تخليد الذكر الثاني والعشرين لتربع صاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين سيوجه جلالته حفظه الله خطابا ساميا إلى شعبه الوفي وسيبث الخطاب على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة يوم السبت 31 يوليوز 2021 على الساعة التاسعة مساء إذن مؤكد أن الشعب المغربي كله سيتمتع بالاستماع إلى جلالة الملك الخطاب الذي عادة ما يكون كله توجيهات حكيمة من طرف جلالة الملك نصره الله لكن المؤكد أيضا هو أن خصوم المغرب أصبحوا هم الآخرين يستمعون إلى خطابات جلالة الملك ويرتعدون كلما تم الإعلان عن موعد لخطاب ملكي لما أصبحت تلك الخطابات تأتي به من إشارات حكيمة ودلالات وتوجيهات غالبا ما تربك حسابات الخصوم والأعداء وتعيد إلى الصفر كلما بذلوه من جهود لعرقلت مصار بلادنا نحو التنمية والتقدم والإزدهار فلنستمتع إذن نحن كمغاربة بانتظار الخطاب الملكي ولنستمتع بالاستماع إليه ولنستمتع أيضا بتتبع توجيهات جلالة الملك أما الخصوم فليرتعدوا أينما كانوا ولتفسد مخططاتهم الشيطانية أينما كانت مخططاتهم الشيطانية أينما كانت